علشان كده بنقول اي تغيير في العلاقة الزوجية ما بين الازواج لابد ان هو يكون بتوافق وكذلك وجود اي طرف دخول اي طرف في العلاقة الزوجية لابد ان يكون بتوافق وانا بقول اوعى زوجي يصدق ان زوجته راضية ان يبقى فيه امرأة اخرى بتقوم باي دور في حياة زوجها وهو على اي امرأة تصدق ان زوجها راضي بان اي حد يقوم بدور في حياتها من ادوار المسندة والرجولة لو حصل ان هو راضي بدأ العلامة دي بتبقى علامة مش جيدة فيكونه هيكون زوج كامل الادوار او زوجها كاملة الادوار ليه طيب؟ لان مسألة صعبة فعشان كده فيه رجالة بتكون شايفة ان هي محتاجة مكمل زواجي سواء حتى في اطار ما هو جائز فيبقى شايف ان هو محتاج لزوجها تانية وساعات الازواج بيعملوا بيعملوا حاجة واضحة يجي يقول والله انا لازم كان بوضوح انا هذه الظاهرة يقول والله انا عندي احتياج سواء احتياج عاطفي او احتياج جنسي اكتر من اللي زوجتي تتحمله فانا عشان كده محتاج زوجها تاني ده لما يكون هو عايز يروح في اطار في الاطار الشرعي ممكن يروح على فكرة في الاطار غير الشرعي يبقى فيه اطار العلاقات خارج الجواز يقعد بالساعات على السوشيال ميديا او يقعد ويخرج مع ناس في اطار ايه؟ في اطار ان هو ما عندوش حد بيسمعه فهو مضطر كل ما اجا اكلمها ما بتدينيش فرصة وساعاتها كمان كل ما اجا اكلمه ما عندوش غير الانتقاد الانتقاد وانا محتاج ان حد يسمعني يحسسني بالامان والاحتواء واحنا دايما بنقول ان لو ما حصلش الاحتواء داخل الاسرة في طرف تارت وقف بر في طرف وقف بر الاسرة بيتلقف اللي بيقع من الاسرة وانا قاصد كلمة اللي بيقع من الاسرة يعني لما يبقى عندنا سفينة الاسرة فيها خرق وحد وقع على طول حد بيتلقف في بعض الاحيين الازواج بيكون عندهم احساس انه عايز يدرك الحياة ساعات بيحصل الاحتياج الى هذا المكمل الغذائي سواء من الزوج او الزوجة يحصلهم عند ازمة منتصف العمر في ايه اللي يحصل فلما يمروا وساعات اللي بيحصلهم بعد ما يحصلهم ازمات انه محتاج مكمل غذائي لما يحصلوا ازمة صحية او ازمة مالية فبعد ما يخرج من الازمة مالية او الازمة الصحية بيقول انه محتاج وكأنه عايز يحتاج يدرك الحياة بشكل آخر فيدور على حد يعمله مكمل الزواجي ده ساعات أنا بقول للأزواج لو سمحتم إيه اللي بيدفع الناس أنها بتبحث عن المكمل الغذائي مكمل الزواجي ده تشوفوا أنا حتى بقول مكمل الغذائي مكمل الزواجي ده هو بتعامل معنا على فكرة كثير من الأزواج والزوجات بيتعاملوا مع ده على أنه مكمل غذائي إحنا محتاجين عشان نكمل جوازنا محتاجين حتى تاني يكمل معنا الأمر ده أنا ما بكلمش عن حاجة الناس أنتوا سمعيني عارفين أن الحاجة دي حقيقية وإذا كنا حطناها على أكس الخيانة بمعنى أنه خيانة المواثيق والعود اللي بينا فده مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخل من خانك طب وإذا ما لم يكن خط خانك فمخالفته بهذه الطريقة ده حرام وإذن كساعات لما تنزل لعيوب شريك حياتك وتلاقي فيه عيوب افتكر أن أنت كمان عندك عيوب زوجية يعني لما تفتكر أن هي ما بتسمعكش قل لي بالظبط أنت أدي إيه مخصص وقت عشان تسمعها ولهن الله سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في الغالب مثلا لما هو يجي يشتكي من أن هي نكادية وأنا محتاج أن أنا أشوف الأنسة بعيدا عن النكاد نكادية يعني إيه دايما كسيرة الانتقاد وتايما كسيرة اللوم وتايما كسيرة الشكو وعلى فكرة الاستداد أحيانا بتعانده ومش عايزة تسمع كلامه عشان هي في الحقيقة حاسة أن هو ما بيقومش بدوره فيها معاها فمسألة العيوب دي لازم أننا نعرف أن احنا لما تجوزنا والكلام ده تقوله بصفة خاصة للأزواج أنت لما تجوزت أنت ما تجوزتش على كتالوج احنا تجوزنا على أساس أن احنا بناءت مين ودولة بنات حوى زي ما أنت ابن آدم يعني هم بشر زيك زيك زيهم بالزبط فساعة ما هي ساعة ما أنت بتشوف أنه غير منطق أن هي تقولك أن أنت ليه ما بتفهمنيش ليه ما بتفهمنيش من غير ما تكلم وتشوف أن ده غير منطقي يبقى أيضا مش منطقي أن أنت كمان وانت بتتعامل معاها بتتعامل معاها على أن هي لازم تبقى امرأة مكتملة الأنوسة ومكتملة الأمومة ومكتملة كل حاجة وانت ما سعبتهاش في ده ولا هي تدربة على ده وعشان كده دايما في بداية الزواج باللاحظ أزمة البطولة خصوصا مع الزوجات المستقلات شوي فتحس بالمنافسة مين هيثبت أن هو بطلها؟ زوجها ولا أبوها؟ وكلمته هي اللي تمشي فساعات الزوجات بتخلي أبوها مكمل زواجي فتحس الزوجة أن أبوها هو بطلها عشان تكمل صورة الزوج صورة البطل عندها فتعمل الكلام ده فبيكون خطر ترجمة نانسي قنقر